هل ترون هذا الاقليم الواقع بين ثلاث دول تركيا وايران وارمينيا? انه اقليم اذري يدعى نخجيوان لكن لا حدود له مع اذربيجان. هذا الاقليم يهم تركيا اكثر مما يهم بلده الام اذربيجان. وسنخبركم السبب لاحقا في هذا التقرير. كما يهم ايران ويهم معهما ارمينيا وروسيا وحتى امريكا. وهو الان بمثابة برميل البارود وايضا سنخبركم السبب. لكن احفظوا موقعه جيدا. وايضا سنذكركم بموقع الاقليم الذي تصدر الاخبار مؤخرا. اقليم قرباغ وكرباخ. فهو الى الشرق من نخجيوان ويقع بالاراضي الاذرية. ومقدمة الحروب بالمنطقة كان قرباغ. لكن من سيفجرها هو نخجيوان. والان الى القصة من بدايتها. تسيدت مؤخرا اخبار كرباغ او قرباغ عنوين الصحف والمواقع ونشرات الاخبار. وعلى طرف هذه التغطية جاء ذكر اقليم اخر هو نخجيوان. ومعظم عدسة المراسلين والمصورين الصحفيين تقريبا تجاهل تمره موضوعه على الرغم من كونه الاهم. ونحن هنا لنشرح لكم كل شيء بالتفاصيل. فمؤخرا وبعد ان فرغت باكو عاصمة اذربيجان من وضع يدها على اقليم قرباغ. بدأت الان بالتركيز على اقليم اخر لها تخبئه ارمينيا خلفها. وتحرمه من التواصل مع بلده الام. هو اقليم تاريخي يسكنه غالبية من الاذر. كان جزءا فيما مضى من دولة العثمانيين. ثم تحولت ملكيته لروسيا القيصرية. ومع ولدت الاتحاد السوفيتي اصبح جزءا من الاتحاد الكبير. لكن ظلت تبعيته لاذربيجان التي كانت احدى دول الاتحاد. ولم تكن هناك مشكلة كبيرة بالتواصل بين البلد واقليمه المنفصل بحكم ان ارمينيا من كانت تفصل بينهما. هي الاخرى كان جزءا من اراضي الاتحاد السوفيتي. ولطالما فتحت الطرق بين البلد واقليمه ومعها سكك الحديد. لكن كل هذه السبول ستتقطع لحظة انهيار اتحاد السوفيتيين. وستولد ازمة جغرافية ستخلف ازمة اكبر منها سياسية وعسكرية. حيث حين انفصلت كل من اذربيجان وارمينيا عن الاتحاد السوفيتي. قالت كل منهما ان لها اقليما عند الاخرى. حيث قالت يا ريفان عاصمة ارمينيا ان لها اراض في قلب اذربيجان تدعى كارباخ. ويعيش فيها غالبية من الارمن. لذا هو اقليم ارميني. في حين قالت باكو انه اقليم اذري لانه واقع في قلب اراضيها. وقالت ايضا ان لها اقليما اخر يدعى نخجوان. وهذا الاخر على ارمينيا بالسماح للاذريين بالتواصل معه. والحقيقة ان ياريفان فكرت بوضع يدها على الاقليمين. لكن نخجوان دخل بالحماية التركية. وما تبقى للارمن وضعوا يدهم على كارباخ. وفعلا تمكنوا من ذلك بعد حرب خاضها الارمن ولاذر تسعينيات القرن الماضي. حيث انتصر الارمن بفعل الدعم الذي تلقاه انذاك من روسيا وايران. في حين كانت تركيا محدودة القوى ولم تستطع نصرة حليفتها باكو انذاك. لكنها تمكنت من حماية الاقليم الذي على حدودها اي نخجوان. ومضت الايام. وظل تارمينيا تتلقى دعما روسيا بحكم ان كل البلدين يعتنقان الارثودوكسية المسيحية. كما تلقى تارمينيا دعما ايرانيا بحكم ان طهران الشيعية لم تحب يوما اذربيجان الشيعية وذلك لاسباب تتعلق برفض اذربيجان السماح لايران بتصدير ثورتها الدينية اليها. ورفضت الولاء والطاعة التي يعطيها الشيعة في العالم لمقام المرشد الايراني. وكان اسهل لباكو التحالف مع تركيا السنية ليس لاسباب طايفية وانما لكون انقرة لا تكن الودة للارمن ومنذ القدم. فهم يرون بالارمن احد اسباب سقوط الدولة العثمانية وانهم طعنوها من الداخل ايام حروب العثمانيين الكبرى. كما ان ارمينيا تبادل تركيا الكره بحكم ما يقولون انها مجازر ارتكبها الاتراك العثمانيون بحقهم. وعلى هذه الاسباب والمسببات نشأ الصراع والتحالفات بين الجميع. اذربيجان برعاية الاتراك وارمينيا بدعم الروس والايرانيين. حتى قويت شوكة الاتراك وتمكنوا من اقناع الغرب بترك الريهان لارمينيا المسيحية وتوفير الدعم والتخطية لاذربيجان المسلمة. ففي السياسة تقام التحالفات على اساس المصالح وليس على اساس الدين. كما ان اذربيجان بلد غني بالغاز والطاقة. وسيشكل بديلا للروس لامداد الغرب بوسائل الطاقة والانتاج. وهذا سبب اخر دفع الروس لدعم الارمني وكره الاذريين. وما قام على المصلحة سينتهي ايضا على المصلحة. لكن قبل ذلك بعد ان استقوى الاذر بدعم الغرب قرروا العام الفين وعشرين خوض معركة رد اعتبار. وتمكنوا من الانتصار على الارمان وبسط سيطرتهم على كارباخ. لكن ليس بعد ان قال الروس كلمتهم وتدخل بوتين انذاك وقال لكل البلدين الاقليم سيظل تحت رعايتنا وتوقف عن القتال عليه. تحت عنوان الوضع الراهن سيبقى كما هو عليه مع قليل من التحسينات. حيث ضغطت موسكو على باكو لفتح ممر عبر اراضيها يصل بين ياريفان واقليمها. ممر يدعى لاشين. وهذا بعد حرب العام الفين وعشرين. ثم وعد الروس باكو بان يضغطوا على ياريفان لفتح ممر يصلهم باقليمهم نخجوان. ممر سيعرف باسم زانجزور. لكن هذا الممر لم يولد ولم يرى النور. فما كان يهم موسكو في ذلك الوقت هو وضع يدها على الطريق الذي كان سيحمل غازة اذربيجان للغرب. وفعلا تمكنوا من قطعه بعد ان ارسلوا قوتهم الى كارباخ تحت شعار حفظ السلام. ووافقت باكو على مضاد. فهذه روسيا جارتهم وليس من مصلحتهم العبث معها خاصة وانهم شاهدوا جيران روسيا الاخرين ماذا حل بهم حين فكروا بالتلاعب بالروس. والحديث عن جورجيا واوكرانيا. ثم هبت رياح السياسة مجددا. وغزت روسيا اراضي كياف. وانقسم العالم حول روسيا بين صديق لها وعدو مؤيد للغرب. وكانت الصفعة لموسكو من ارمينيا التي قررت الرهان على الغرب ودخلت على خط دعم اوكرانيا. ولارمينيا اسبابها. فهي رأت ان الرهان على واشنطن اقوى على الارض قد يحقق لها احلامها بالانتصار مجددا ورد الاعتبار من الاذر. كما رأوا ان روسيا ستخرج خاسرة او منهكة من حرب لوكران. فقالت موسكو مجددا ليس بعد. وقررت معاقبة الارمني وقالت الاذريين افعلوا ما بدا لكم. فقامت باكو مسرعة بغزو الاقليم المتنازع عليه اي كارباخ او كارباغ واعادته لسيطرتها. والى هنا انتهت اخر المستجدات. لكن تبقى ما هو اعظم. والحديث عن نخجوان الاقليم الشريد عن بلده. وهذا ما يستعر الان تحت رماد حرب كارباخ الاخيرة. ولان كثيرين لا يعلمون الكثير عن هذا الاقليم. من واجبنا التعريف به جيدا. فهو كما ذكرنا اقليم اذري. لكنه بمثابة جمهورية تتمتع بحكم ذاتي. ذلك بحكم انه لا يتصل مع بلده الام. ومساحته توازي ستة بالمئة من مساحة اذربيجان. ويقترب عدد سكانه من نصف مليون انسان غالبيتهم من الاذر. لكن تعيش فيه اقلية ناطقة بالروسية. وهنا مكمن الخطر. وهؤلاء الروس بالاقليم هم من عهد السوفيات لكنهم ظلوا فيه. ولان الاقليم معزول بسبب ان غالبية حدوده تصطدم بالارمن والايرانيين اعداء الاذر لم يكن له متنفس سوى في تركيا. التي يهاجر لها عديد الاذريين من اقليم نخجوان بحثا عن العمل والدراسة. وانقرة تفتح لهم الباب. فهذا الاقليم مهم جدا للاتراك. اولا لكونه يعزل ارمينيا عنهم او يقلل من طول الحدود بين تركيا وارمينيا. كما انه شوكة في خاسرة ارمينيا التي تعادي تركيا. وهو ايضا منفذ تركيا نحو وسط اسيا ونحو من تسميهم بالشعوب التركية هناك. واما اكبر اهمية فيه فهو من المفترض ان ينقل الطاقة الاذرية الى الاراضي التركية دون الحاجة لمرور الانابيب في جورجيا او ارمينيا التين تفصلان تركيا عن اذربيجان. اذا هو في غاية الاهمية لتركيا. وهذه اسباب جعلت انقرة تستعجل فتح مماريزان جزوارا والمطالبة بفتحه. وهو ذات الممر الذي قلنا ان موسكو وعدت باكو بفتحه ويصل بين اذربيجان واقليمها نخجوان. ولكن ليست تركيا لوحدها من تهتم بهذا الاقليم. فالروس ايضا وان كره ارمينيا الان. الا ان مصلحتهم تقتضي عدم فتحه. كي لا تتدفق انابب الطاقة من وسط اسيا الى تركيا ومنها للغرب. ومع هيران وايضا التي ترغب بعد ان تنفتح على العالم وتزال عنها العقوبات تتمكن من تصدير نفطها وغازها للغرب. ولا تريد منافسين. اما الغرب فهو يقف مع تركيا في اهمية هذا الممر والاقليم لتأمين طريق جديد للغاز والبترول بعيدا عن النفوذ الروسي. لذا واشنطن وان قررت دعم ارمينيا مؤخرا. لكنها لن تخسر اذربيجان. وهذه تداخلات سياسية جعلت الاقليم حتى الان معزولا او مركونا كعش معلق على شجرة المصالح. لكنه عش دبابير. من سيقترب منه اولا ستطاله اللساعات. وعلى هذا استحق لقب برميل البارود الجديد الذي قد ينفجر في اية لحظة.